وردت كلمة أمة في القرآن على عدة معان فوردت بمعنى الإمام الذي يقتدى به كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة ووردت بمعنى الزمن كما في قوله تعالى وادكر بعد أمة أي تذكر بعد زمن ووردت بمعنى جماعة كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووردت بمعنى الملة والدين كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة ترجمة نانسي قنقر